لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المساق مرحب بكم أعظم المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل مع المرحب حلقتنا النهاردة رعب الشيخ الأصهر من المزاهب الأخرى في الحلقة اللي فاتت إحنا تكلمنا عن شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب شرح لينا نشأة المسهب الأشعاري وقال لينا إن الإمام الأشعاري شاف حلم ثلاث مرات للرسول وأول مرتين ما كانش يمسدق والمرة الثالثة تأكد والرسول بيقول له قاعد للمسهب الجديد وراح المسجد وخلع أقسوبه وقال إنه تراجع على المسهب المعتزلة وراح يقاعد للمسهب الجديد وفي حلقة النهاردة عاوزين نوضح التنوقض في النقطة اللي قالها قبل كده شيخ الأصهر بس الأول نراجع كلام شيخ الأصهر هو بيقول إن المسهب الأشعاري غير مفهوم وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي بالعكس أنا حتى لو نزلت بمسهب الأشعاري العامة لا يفهمونه وزي ما شوفنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيقول أنا لو نزلت بالمسهب الأشعاري للعامة لا يفهمونه لا يفهمونه ونشوف كمان هيقول لنا إيه عن المسهب الأشعاري في الفيديو اللي جاي المسهب الأشعاري باختصار ويعني خلانا إحنا بنذكر به لأنه هو موجود وموجود مش أنا بنخلقه ولا بنستغيه هو موجود بالفعل كسلوك متجزر في النفوس الأمة الإسلامية وفي سلوكها شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بيقول إن الأشعاري يعني اللي مؤمن بالمسهب الأشعاري راضي بالمسهب مش مفهوم ومتجزر في نفسيته كسلوك وقصده كل أشعاري كل الأشعارة وحضرتك منهم يا شيخ الأصهر مؤمنين بمسهب مش مفهوم ومتجزر في نفسيتكم كسلوك هل هو مفهوم بالنسبة لك وحضرتك برضو أشعاري ولا مش مفهوم بالنسبة لك وابتدوا المسهب وحضرتك مش فهمه او ازاي حضرتك تكون فاهم المسهب واللي بيدبعوك مش فاهمين وعايزين نفهم اللغز ده لو سمحت يا شيخ الأصهر وقبل ما نروح لكلام شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب هقول معنا كلام شيخ الأصهر واللي بجد بيعتبر فضيحة لان هو بيقول ان الاشعار بيؤمن بمسهب مش مفهوم طيب اللي بيؤمن بمسهب مش مفهوم اكيد في يوم الايام هيبقى عايز يفهم المسهب ده في الحالة دي هيكتشف ان المسهب ده يا اما مسهب حق وهيزيد تمسكه بيه او ان المسهب ده مسهب باطل وفي الحالة دي هيسيبه ويروح لمسهب غيره مسهب مفهوم مش مسهب غير مفهوم هيروح لمسهب هيعتنقه عن عقيدة مش زي ما بيقول شيخ الأصهر مسهب متجزر في نفسيته كسلوك ومش فهمه وخلينا نشوف هيقول لنا ايه كمان شيخ الأصهر في الفيديو اللي جاي والأصهر له رصيد ضخم في قلوب وعقول المسلمين جميعا في الشرق والغرب وهنا يا شيخ الأصهر بيقول الأصهر ليه رصيد ضخم في قلوب وعقول المسلمين جميعا في الشرق والغرب طيب يا شيخ الأصهر طالما بتقول ان الأصهر كمسهب ليه رصيد ضخم في قلوب وعقول المسلمين في الشرق والغرب ليه بقى الأصهر خايف عن المسهب الأشعري زي ما هيوضح في الفيديو اللي جاي خلينا نشوف مع بعض أن المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد وهو المذهب الذي استمر فترة ضويلة وهو المذهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين قبل قرنين مضي من الزمان قبل أن تظهر بعض المذاهب التي حاولت وتحاول أن تقول مذهب الأشعري ده مذهب ضلال ومذهب كذا لتماهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية صوبة مذهب معين أو مذهب معينة وهنا شيخ الأسهر بيقول أن المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد وهو المذهب الذي استمر فترة طويلة وهو المذهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين وشيخ الأسهر هنا بيأكد أن اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت لكن في حاجة جديدة لهقال قبل قرنين مضي من الزمان قبل أن تظهر بعض المذهب التي حاولت وتحاول أن تقول مذهب الأشعري ده مذهب ضلال ومذهب كذا لتمهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية صوب مذهب معين أو مذهب معينة يعني مذهب الأشعري كان هو المذهب الوحيد لكن لكل المسلمين بس قبل قرنين في مذهب ظهرت وبدأت تقول أن الأشعري ده إنسان ضل ومذهبه مذهب ضلال وبالطريقة دي الناس اللي هم كل المسلمين اللي راضين بمذهب مش مفهوم ومتجزر في نفسيتهم كسلوك هتسيب المذهب الأشعري وهتروح لمذهب مضاد لمذهب مضاد المذهب الأشعري طيب ليه هتسيب المذهب الأشعري وتروح لمذهب مضاد خلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هيقول إيه المذهب دي الآن مدرومة بأموال أنا لا أقول مدرومة بسلطان إنما مدرومة بأموال والمال قوة في هذا الزمن لأنه يصنع من المذهب الضعيفة أو من المذهب الشازة مذهب قوية بنشرها بينما المذهب اللي هو تعود عليه المسلمون وهنا الشيخ الأصهر بيقول المذهب دي مدرومة بأموال مش مدرومة بسلطان والمال قوة لأنه بيعمل من المذهب الضعيفة أو الشازة مذهب قوية وينشرها المشكلة عند الشيخ الأصهر إن المذهب دي مدرومة بأموال لتحارب المذهب الأشعري وهنا في سؤال مهم الشيخ الأصهر لو كانت المذهب دي شازة وضعيفة أنتوا كأصهر خايفين ليه؟ أي مذهب لو كان ضعيف وشاز يبقى الناس مش هتقبله ولو حتى كان مدروم بمالقرون هيفشل ونوصل كلام شيخ الأصهر عن المذهب الأشعري ونشوف مع بعض هيقول إيه وإنما مذهب دعمته قلوب المسلمين وعقول المسلمين منذ ظهر وإلى الآن وهنا في سؤال فلو زي ما بيقول شيخ الأصهر إن المذهب الأشعري مذهب دعمته قلوب المسلمين وعقول المسلمين منذ ظهر وإلى الآن لو المذهب ده دعمته قلوب وعقول الناس فما فيش أي حاجة تقدر تغير قناعتها دي وطبعا طالما المزهب دي مدعومة بالمال فأكيد تستخدم المال لنشر مذهبها بطريقها يوضح حالنا الشيخ الأزهر في الفيديو اللي جاي تصالح بينك كما تشاء على أي مذهب تريد ولكن بشرط أنك أنت لا تصادر مذهبي ولا تأتي في بلدي التي تتعبد بهذا المذهب وتعود بأموالك مجال تبعتلي مش عارف إيه وتشتري زمام الفقراء وتشتري المحتاجين من الطلاب والمحتاجين من العمال وخد فلوس وخد عمل وخد مش عارف إيه بس لازم تقول كده وتديني الكتب ده هو الممنوع وهنا الشيخ الأزهر بيخاطب المزاهب التانية ويقول لهم خليك زي ما أنت عايز أي مسهب أنت عايزه لكن بشرط ما تصدرش مسهبي ما تجيش في بلدي اللي هي بتتعبد بالمسهب الأشعري وتعود بأموالك بقى وتبعتلي مش عارف إيه وتشتري زمام الفقراء وتشتري المحتاجين من الطلاب والعمال خد فلوس وخد عمل خد مش عارف إيه بس لازم تقول كده وتديني كتب ده بقى هو اللي ممنوع يعني بالمال بيتم مصادرة مسهب الأزهر في بلد الأزهر يبقى الأزهر كده راح فين لما المزاحب التانية بتشتري زمام الفقراء والطلاب والعمال والمحتاجين بالفلوس زي ما بيقول شيخ الأزهر وهنا أنا عندي سؤال لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطايف هل دي المؤلفة كلوبهم خد مش عارف إيه بس لازم تقول كده قصد تقول كلام غير اللي بيقوله مسهب الأزهر اللي هو مسهب الأشعري ومال فين بقى الكلام اللي قاله شيخ الأزهر إن الأزهر له رسيد ضخم فيه كلوبه كل المسلمين جميعا في الشرق والغرب إن المزهب ده تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كلهم إن لم يكن كلهم هل مزهب الأزهر الأشعري اللي هو الحق اللي أمنت بيه الأمة الإسلامية زي ما بيقول شيخ الأزهر الناس اللي أمنت بيه تبيعوا كده بالسهل ده سؤال لك يا شيخ الأزهر ويبدأ شيخ الأزهر في مواكت هذه المزايب وينتقط قنواتها الفضائية وانتبعوا مع بعض الفيديو اللي جاي بنشوفها يقول إيه المزهب اللي زيان في الآخر هو مزهب صراع مدام صراع خلاص أصبح بأسنا بيننا شيخ الأزهر بيقول المشكلة في المزاهب الأخرى الموجودة دلوقتي واللي بنشوفها في القلوات الفضائية بتتكلم وبتقول ده حرام وده فسق وده كذا وده كذا دي المزاهب اللي بتنفي الآخر واللي ينفي الآخر ده بيكون مزهب صراع مدام صراع خلاص أصبح بأسنا في بيننا وطبعا المزاهب دي دخلت في سراع مع الأسهر لدرجة إنها عاوزة تنفي المزهب الأشعري أو تلغي زي ما بيقول شيخ الأسهر لكن قبل ما نوضح النقطة دي عندي سؤال لشيخ الأسهر تقصت حضرتك إيه المزاهب الأخرى الموجودة الآن واللي بتشوفها في القنوات الفضائية وتشوفها ده حرام وده فسق هل أصد حضرتك المزاهب دي بتقول إن المزهب الأشعري حرام وفسق ولا أصد حضرتك إن المزاهب من خلال قنواتها بترد على أسئلة الناس وتقول إن الفعل ده حرام والفعل ده فسق والفعل ده لا يجوز هنفهم قصد شيخ الأسهر أكتر في الحلقة الجاية ودلوقتي ودلوقتي هعمل ملخص لحلقة النهاردة شوفنا شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب بيقول إن الأشعري بيؤمن بمسهب مش مفهوم لكنه متجزر فيه نفسيته كسلوك وإن هذا المسهب له رصيد ضحم فيه عقول وقلوب المسلمين وإنه ساد واستمروا وإنه فيه مزاهب بتحاول تقول إن المسهب الأشعري مسهب ضرار عشان هي اللي تقود الأمة والمزاهب دي مدعومة بأموال وبيوجه رسالة لأصحاب هذه المزاهب وقال لهم كن كما تشاء لكن بشرط إنك لا تصادر مسهبي وتقعد بأموالك تشتري زمام الفقراء وقال إنهم بيعملوا سراعة علشان ينفو الآخر وسؤال أخير ليك يا شيخ الأسهر هل حضرتك مؤمن بمسهب غير مفهوم متجزر فيه نفسيتك أو فيه نفسية حضرتك أنت برضو وتبعوني الحلقة الجاية عشان نفهم أكتر أصد الشيخ الأسهر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر